الاتحاد الروسي يدعو دول الغرب إلى تشكيل تحالف لمكافحة الارهاب كحل وحيد القضاء عليه في العالم ليونيت سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوم الروسي أكد أن روسيا تملك خبرة كبيرة في مكافحة الارهاب واقترح التقديم المساعدة بهدف إقامة تحالف واسع مناهض لهذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب العالم بشكل منظم سلوتسكي أكد أن ما جرى في مانشستر بعد باريس ونيس وبروكسل وبرلين ولندن يدل على أن الارهاب لا يعتزم الاستسلام فكم يلزم من الضحايا بعد كي تشرع أوروبا بالانخراط في تعاون كامل الأبعاد لمكافحة الارهاب على جميع الاتجاهات على الخط نفسه سرغي جيليزنياك أمين المجلس العام لحزب روسيا الموحدة عضو مجلس الدومة أكد أن روسيا اقترحت القيام بخطوات ملموسة لتعزيز الأمن الدولي مضيحا أن التفجير في مدينة مانشستر البريطانية يؤكد ضرورة القيام بأعمال مشتركة من قبل الأسرة الدولية لمكافحة الارهاب جيليزنياك أشار إلى أن هذه المأساة تدل على عدم إنسانية الارهاب وأن كل بلد معرض للإصابة بهذا الشر ولذلك لا بد من نبذ الخلافات السياسية جريبا وتوحيد جهود جميع البلدان من أجل تصدي للارهاب المسؤول الروسي لفت إلى أن الإرهابيين يسعون بجرائمهم إلى جعل العالم يعيش في ظل الخوف والهلع وفي إشارة إلى دعم بريطانيا للإرهاب في أماكن عدة لفت جيليزنياك إلى أن بعض البلدان الغربية بما فيها بريطانيا تتخذ مواقع مقاوضة للاستقرار في الشرق الأوسط ولا تسهم في إنهاء سريع للأزمة في سوريا وهذا ما يخدم المجموعات الإرهابية روسيا رغم حرصها على محاربة ومكافحة الإرهاب ورغم الدعوات المستمرة لإقامة تحالف يناهضه ودعموه غير أن دعواتها لم تلقى آذانا صاغية سواء من الولايات المتحدة أو حلفائها من الدول الأوروبية وهذا دليل واضح على دعمهم وتمويلهم للإرهاب والإرهابين